مارك هذا تطور سياسي مهم فلدينا مجموعة تضم ممثلين عن كل الحزبين يطالبون وزير الخارجية بمعاقبة الجزائر بالسبب صفقاتها التسليحية مع روسيا لكن في المقابل الوزير بلينكين غير ملزم بالتباع هذه المطالب سؤالي لك ما هي القيمة العملية لهذه الرسائل عدا أنها تعبر عن موقف المشرعين الأمريكيين لقد حقق الموضوع الجزائري بالكونغرس ما لم يتم لفترة وهو الإجماع على توجيه رسالة للوزير بلينكين للمطالبة بمعاقبة الجزائر وهو أمر هام ونحن على بعد أسابيع فقط من الانتخابات التشريعية الخلاصة هي أن موقفنا تم تسجيله من قبل السلطة التشريعية وغيرها بأن الجزائر يجب أن يصلها هذا الإنضار أسوة ببقي الدول التي تشتري السلاح من روسيا والجزائر هنا حالة خاصة لأنها تشتري بكثرة وبنسب عالية من ميزانيتها الدفاعية يشترون المدمرات والمقاتلات والغواصات وكل ما يرافقها وبالتالي من الصعب عليهم أن يتوقفوا فجأة ويتوجهوا إلى طرف آخر نظرا لضرورات الصيانة وقطع الغيار واستمرارية كل هذه الأنظمة الباهد التمن ويصعب استبدالها من جهة أخرى طبعا ما قد يحدث هو أن نجد وقفة انتظار من قبل بلينكين وترقب لما سيحدث بين روسيا وأوكرانيا وما يريد فعله من زاوية جيوسياسية محضة ربما حين يعود الكونغرس مع بداية السنة المقبلة سيخصص جلسات استماعي لهذا الموضوع ثم يضعون تصورا مكتوبا لمثاق الدفاع الوطني كما قد يخط بعض المحادير أمام الجزائر وإلى أن يتم ذلك فما حدث هو مجرد انضار للجزائر من قبل أمريكا وحلفائها لنراقب ردة فعلهم وأنا أشك أن يقبلوا على أي تغيير شكرا